موسيقى ونحن نخشى أن يسكت شهداء بشكل سريع إذا استمر الإضراب أكثر من ذلك الجهد الرسمي مع تناغم الفعل الشعبي على الأرض في إطار عمليات تضامن الحقيقي مع الأسرة أنا أقول بأن كل المحافل كل المؤسسات الحقوقية الرسمية منها على مستوى العالم تم التوجه إلها وهي تعلم وأدانة إسرائيل سابقا بمواقفها بإدانة إسرائيل على هذا الصعيد نحن نأمل من كل في موقعه أن يكون له كلمة في هذا الشأن ليقفى الملف الاعتقال الإداري مرة وللأبد